بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج التقى بالأنبياء أرضاً وسماءاً التقى بهم في الأرض وصلى بهم إماماً ثم التقى بمجموعة من الأنبياء في السماء آخر نبي التقى به كان الخليل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم التقى به في السماء السابعة فقال مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح لأن سيدنا المصطفى من سلالة سيدنا إبراهيم فجده عدنان وعدنان حفيد إسماعيل وإسماعيل ابن سيدنا الخليل وسيدنا رسول الله لما التقى بالخليل سلم عليه بأدب جم لأن سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء فسلم عليه الحبيب الشفيع وإذ بالخليل يقول له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الوصايا الخليلية لخير البرية قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام فيجب علينا أن نرد السلام على الخليل نقول وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته ولا بد أن نعتني بهذه الوصية النبوية الإبراهيمية أقرئ أمتك مني السلام وبشرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الكلمات الأربع المتأمل في صورة الإسراء يجد أن الصورة الكريمة احتوت واشتملت على هذه الوصايا الأربع فابتدأ الله الصورة الكريمة بالتسبيح فقال سبحان الذي أسر بعبده ليلا وختمها بالتحميد والتهليل والتكبير فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وهذا إشارة إلى قولنا لا إله إلا الله ثم ختم الصورة بقوله وكبره تكبيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهذه الكلمات لو أضفنا إليها الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهن الباقيات الصالحات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الباقيات الصالحات هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه الكلمات أيضا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وفي رواية قال مجالس العلم قال الصحب الكريم وما الرتع يا رسول الله يعني إيه فارتعوا قال الرتع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نقولها بعد كل صلاة نقولها عند النوم نقولها في أذكار الصباح نقولها في أذكار المساء لأن العبد إذا أجر الله الذكر على لسانه فهذا عطاء من الله لعبده إذا أراد الله أن يوالي عبدا من عباده فتح عليه باب الذكر نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده المسبحين الحامدين المهللين المكبرين المحوقلين المستغفرين الذاكرين المكفرين من الصلاة والسلام على سيد النبيين اللهم أمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته